من الجمهور أو السادة السياسيين والبرلمانيين وأعضاء الحكومة وأعضاء السلك الديبلوماسي المعتمدين لدى البلاد ورؤساء الأحزاب السياسية ورؤساء جمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية المدنية الوطنية والأجهزة رئيس الجمهورية الآن تقديم التهاني بدءا برئيس الحكومة بايمي بداكالبير أم العان فرئيس الجمعية الوطنية الدكتور حارون كبادي وبعد ذلك رؤساء المؤسسات الكبرى للجمهورية كل ألاحدة فهذه المناسبة تسمح لأسادة الإداريين والنقبار الشخصيات والمسؤولين بالدولة مسافحة رئيس الجمهورية والتقديم التهاني والتبركات يتمنون بأن يؤم البلاد العمن والاستقرار والتعايش السلمي الذي نتمتع به نهل الشاديين حاليا والفضل في ذلك بأض الله يرجى إلى جهود فقامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو والإداريين والرؤساء المؤسسات الكبرى إلى جانب القادة الدينيين من المسلمين والمسيحيين بشقيه اللام كاسوليك والبروتستانت اشتركوا في القناة الدينيين من المسلمين والمسلمين 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 يرضى هناك نهل الحلق والمسلمين 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 قدموا تهانيهم الحر لرئيس الجمهورية تهاني تزف السلام والاستقرار والأمن والتعايش السلمي وطول الأمر وأن مثل هذه المناسبات هي فرصة لمسافحة رئيس الجمهورية وتقديم أهر التهاني والتبركات وكما ذكرت قبل قليل بأن رئيس الجمهورية في مداقلته شدد على ضرورة الالتزام والاعتراف بالمجلس الأعلى لشؤون الإسلامية بجمهورية تشاد كمؤسسة مخولة ومؤترف بها على المستوى الوطني ويتسنى لها لائب دورها المنوت بها من أجله كشف كل الخفايا والعياد الخفية والأجندات الخارجية التي تأتي إلينا باسم الدين وهدفها الأول والأخير هو زعزاءة أمن واستقرار البلاد فذكر رئيس الجمهورية بأنه لن ولم يرضى بمثل هذه الظواهر ويجب على الجميع الوقوف وقفة رجل واحد للتصدي لمثل هذه الظواهر فأما الآن ما زلتم تتابعون برشاشاتكم الصغيرة توافد الضيوف الذين أو المضوعون إلى القصر الرئاسي جاء الدور الآن على أعضاء السلك الدبلوماسي المؤتمدين لدى البلاد من الدبلوماسيين السفراء ومسليين البعثات الأممية ولمنظمات الدولية العاملات في البلاد هدفها هؤلاء المؤتدين للجميع الزواهر هدفها للحزان أو المؤتدين للجميع الوحيد آخر يتيجعي على المدفع ويقال برصدر الاسلامية والمالية التي تمر بها البلاد وهي أزمة عالمية ولكن بفضل الجهود الجباراف ستخرج البلاد في القريب الآجل وبالتأهديد مع نهاية هذا الام فمثل هذه المبادرات تستهق الإشادة والتقدير والتشادين جميعا تضافر الجهود من أجل النهضة الشاملة للبلاد فتتابعون الآن دور النواب البرلمانيين من الجمعية الوطنية وبعد من رؤساء الأحزاب السياسية والمستشارين برئاساتي الجمهورية والغوزراء أيضا يقدمون تهانهم والتبركاتهم الحارة لفقامة رئيس الجمهورية إدرس دبي إتنو نعم أقرأ من نهاية هذا الوطنية وقم يتكلمون تشاهدون أن نحن المدرات يتكلمون ونحن نتعلمون أن يكون مرات يتكلمون او الاجراءات التي تسهم في زعزعة امنها واستقرارها والنجاد لم تكون مثل دولة نيجيريا كما ان جميع ما يجري في الشريط الصاحلي من زعزعة امن واستقرار وعمليات تقريبية وارهابية الا وان هناك ايدي يقول بان قطر لها اياده وتتدخل شخصيا لزعزعة امن واستقرار البلاد لذلك قطع للاقات مع قطر الدبلوماسية في هذا المجال واتشاد لانتردى بأي بلد أو اياده خارجية تتدخل في شؤونها الداخلية لا سيما زعزعة الامن واستقرار كما ان من دولة نغلقان Oui Ambar Hassan le chef de l'Etat a aussi dans son message se préoccupé de la covitation pacifique et là il a salué les rôles qui ne cessent de jouer les confessions religieuses à savoir les leaders musulmans catholiques tout comme protestants il a surtout rassuré ces différentes confessions de tout son soutien وعلى الفقر الوزيجة لتطبق الوزيجة للتجارة الرئيسية في اتصالات الوزيجة المترجمات الصادقية وأشخاص من القرارة ترجمة نانسي قنقر حيثيات النقل المباشر للمناصبات تقدم التهاني لرئيس الجمهورية من القصر الرعاسي وزاليك بمناسبة إيدال أطال مبارك فعمل عن جاء دور دباط الصف من الجيش الوطني الشادي والدرك الوطني وقوات الحرس الوطني والرحل والشرطة الوطنية وجميع الكبار دباط الصف بالجيش الوطني الشادي قدموا أو لبوا دعوة رئيس الجمهورية وتوافدوا وصلوا إلى القصر الرئاسي لتقديم تهانهم الحر بمناسبة هلول إيدا الأطحى المبارك إن تلم أن البلاد أن شاد دولة علمانية فهناك يئيش من الوصنين وكل شأن مهم شادي هو شادي نحن لا نعرف هذا دينه كذا وهذا دينه كذا بل إنما ندع المطن الوطنية والوطن أولا في المقام الأول من عجل العيش في أمن واستقرار وسلام دائما تتابعون الآن دور رؤساء المؤسسات أو رؤساء الأحزاب السياسية وبعد ذلك يأتي دور رؤساء الجمعيات المدنية والمنظمات غير الحكومية والجمعيات الشبابية والنسائية نعم نعم نعيد الأطحى نعم نعم نعيد الأطحى وهو من سنة معكدة من قبل سيدنا إبراهيم عليه الصلاة ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيه المسلمين يصبحون الأضهية وهي أيضا مكملة لأي الأشر من زلحجة مكملة لشعائر الحج وهو الرقن الخامس من أركان الإسلام الخمسة فالآن تتابعون ما زلتم تتابعون تقديم التحاني والإبريقات يمكن أن تبعون التحاني والمنظمات غير الحكومية والجمعيات المجتمع المدنية كمزكارت Oui, la fête est par essence un moment de partage, un moment de joie, un moment de retrouvailles et là les différentes autorités qui se sont mobilisées au niveau du palais présidentiel n'ont pas déroché à ces règles Le bonheur et la prospérité au président de la République et à la paix pour le Tchad Le bonheur et la prospérité au niveau du palais présidentiel n'ont pas déroché à ces règles Mais la prospérité au niveau du palais présidentiel n'ont pas déroché au niveau du palais présidentiel n'ont pas déroché à ces règles Le bonheur et la prospérité au niveau du palais présidentiel n'ont pas déroché à ces règles Le bonheur et la prospérité au niveau du palais présidentiel n'ont pas déroché à ces règles Le bonheur et la prospérité au niveau du palais présidentiel n'ont pas déroché à ces règles Le bonheur et la prospérité au niveau du palais